استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادية مصر 2022 والذي عقد أكتوبر الماضي واستهدف التوافق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة في هذا الإطار أوضح مجلس الوزراء أنه تمت موفاة الوزراء والجهة المعنية بجميع الوثائق الخاصة بالمؤتمر متضمنة توثيقا لتوصيات منبثقة عنه كما تم تشكيل أمانة فنية لمتابعة تنفيذ توصيات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وقام المركز بتطوير عدد من اللوحات المعلوماتية التي تتيح لمتخذ القرار متابعة التوصيات الجارية والمنفذة موزعة على المحاور الستراتيجية والقطاعات كذلك الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات ترجمة نانسي قنقر